كشفت وزارة داخلية ملابسات مقتل أحد الأشخاص وهو يمني الجنسية داخل شقته وأكدت الوزارة أنه تم ضفط مرتكب الواقع وهم رمضان محمد بليدي سائق ومقيم بالمنيرة الغربية بن بابة وسبق تهامه في العديد من القضايا وعبد الرحمن أشرف شحاتة ويعمل خراطا ومقيم بالطوابق بالجيزة وسيدتان هما إسراء صابر محمد عطية وهي ربة منزل ومقيمة بمنشأة ناصر بالقاهرة وسهير عبد الحليم محمد ربة منزل ومقيمة أيضا بمنشأة ناصر بالقاهرة وأكدت الداخلية أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجن عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه وتهديد بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوتقوا وأسقطوه أرضا ما أدى لوفاته واستولوا على مبالغ مالية وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاد بها بالفرارة هذا وأكدت الداخلية أنه تم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذلك السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقع وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كما تم ضبط متهمة أخرى تدعى آية رضا محمود ربط منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسين بالجيزة لإخفائها جزء من المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت نيابة العامة التحقيقات